شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية وفيه وقعت كثير من الأحداث المهمة في تاريخ الأمة ففي مثل هذا الشهر سنة ثلاث للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بحران بالحجاز يريد قريشا فرجع ولم يلقى حربا وفي سنة تسع للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لهدم الفلس وهو صنم كان لقبيلة طي وفي سنة إحدى عشرة للهجرة كان خروج أسامة بن زيد رضي الله عنهما على رأس جيش المسلمين إلى شمال الجزيرة العربية لتأمين حدودها من هجمات الروم وفي السنة الثانية عشرة للهجرة وبعد انتهاء حروب الردة ونجاح المسلمين في القضاء على فتنتها قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعقد أول اللواء لفتح بلاد الشام وفي السنة الخامسة عشرة للهجرة فتح المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مدينة حمص وكتبوا لأهلها كتابا بالأمان على أنفسهم وأموالهم وفي سنة عشرين للهجرة كان سقوط حصن بابليون في يد عمر بن العاص رضي الله عنه بعد حصار دام نحو سبعة أشهر وكان سقوطه إيذانا بفتح مصر ودخول الإسلام فيها وفي سنة خمسمائة وثلاث وثمانين للهجرة وقعت معركة حطين وفيها انتصر المسلمون على الصليبيين وكان من نتائجها تحرير القدس ومعظم الأراضي التي احتلها الصليبيون ربيع الآخر فتوحات وانتصارة